بالنسبة لناس اللي قاعدين يرسلوه لي في الخاص في واحد اسمه روح الله الأفغاني شيخ أفغاني من أفغان الساد يمتلك أنا فأنا يا جماعة الخير أبشركم أنا تواصلت معاه والأمور إن شاء الله بخير لا تشيلوا أيهم إن شاء الله الأمور كلها بخير والخير إن شاء الله قدروا لكم أدام لسه أنتم ما شفتوا شي رح تشوف أشياء أكثر وأكثر خلوكم مع سناباتي وخلوكم مع اليوتيوب بإذن الله رح ننزل لكم أشياء مجنون بإذن الله في قادمة الأيام فأتضمنوا كل شيء إن شاء الله جميل الله ينسعدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع فأنا كإبراهيم والله يا جماعة كنت نايم الليلة وسهران وما نمت فإن شاء الله بإذن الله هنا قاعدين مع الشباب نطلع ننزل للشارع بنشوف الأحداث فيش عندنا لحين في الشارع الناس إشياء قاعدين يسوهم وهالحياة من جد طبيعية هي طبيعية جدا لكن تشوف أكثر وكثر معايا هنا شخص ضيف أنا طبعا ضيف أفغاني وإن شاء الله تبارك الله من أفغاني من موليد كابل وعيش في كابل كل حياته في كابل ما يعرف تكلم اللغة العربية لكن يتكلم اللغة الفارسية سألو كم سؤال السلام عليكم عليكم السلام لولا مصطفى خوب هستين؟ سلامت باشين ممنونة قلت له كيف حالك طيب قال لي الله سلمك الحمد لله طيب لولا هل هناك حكومت كيف حكومة جديدة؟ بله كيف حكومة جديدة؟ خب تا فيلحال يعني خوب هست تا فيلحال با مردم هده هیچ کار ندارن و بسرط شرایط نارمال هست تا فيلحال هش مشكلة نیست بلتلو كيف الحكومة الجديدة؟ قال حتى الان ما في اي مشكلة كل شيء تمام و كل الوضع على حاله يعني خوش ما خوش هستن؟ تا فيلحال مشكلة نیست بلا فيلحال چون با مردم هده هیچ مشكلة ندارن مردم ها هیچ غرض ندارن و حتی گفتن که میتونم خوش نالا تا فيلحال هیچ مشكلة نیست و حتی با مردم گفتن میتونم با کارها خود بر بگردن و فعلا خب یعنی مشكلة نیست اما ببینید به درائنده چی میشه چون مهم فيلحال نیست مهم ایست که درائنده تا امروز افراد همون پیشرفت که داشتن از رشد را که داشتن ممانت صورت نگیرم مثلا از لحاظ رشد بانوبان که در افغانستان بودن آزادی بیان که داشتیم یا آزادی به طور عموم و آزادی کلی که داشتیم فقط کافیست مردم در یک سال و آرامی کامل به سر ببرن و هیچ خوفشن پایمال نشد نگه هیچ کسما مطمئن است و مشكله نمیداشته قلت له كيف ها قیدت مبسوط معاهم و كيف هم معاكم قال الحمدلله كل شی تمام و الیحین ما فی ای مشكله ننتظر المستقبل حتی الیحین ما فی ای مشكله و يقوله و نحن رضینا على هادا الشی و ایضا يقول نتمنه نشوف نشوف كيف هم مع حقوق المرأه فبرضه ان شاء الله ننتظر هذا افغانی من مولد كابل دا حالا انا بس ساله اقوله انت ما شفت مشكله منهم هم ما شفت شی اشوف اشی قول شما قدم مشكلات چی ندیدی نزونوني نخنی ما امروزم کاس خانتا ای جمانم هیچ مشكله نبود حتی در مسیر راه هیچ کسی بما نبود شو بقا در کجامی دی هیچ مشكله نبود تالخوا بولت له انت ما شفت منهم ای مشكله قال لا انا روحت المسد و روحت طرحة الشارع روحت ای مكان ما حصلت ای مشكله فالحمدلله حتی الحین الوضع تماما يا جماعة فانتظروا اللقاءات ان شاء الله بنطلع الشارع نشوف الشعب الافغاني الثانین ایش يقولو وایضا نشوف فعالیات اليوم ان شاء الله ایش بيزیر طيب يا جماعة احنا نطلعن الشارع لا لا اليوم اليوم الشارع غير اليوم زی ما نشایفین حتی المحلات مفتوحه السلام علیکم شوفوا حتی المحلات مفتوحه والناس ماشین اليوم الحیات غیرت شویه جماعة سارت شویه تستحام اليوم الحیات تغیرت يعنی في شویه تستحام للشوارع امس وقبل امس في ناس بس قليل لكن اليوم الحیات اخترفت شوفوا نحن فالشارع العام ناس رايحه وناس جایه شوفوا شوفوا حتی الحریم عندنا ماشا الله تبارکالله يعنی عادي ماشین بالنسبه لناس الخایفین يقول والله الحریم ما لهم حریه ومکتومین فالبیت انا شایف والله الناس ماشین يعنی ما ابغه صور اكتر من كده فالناس ماشین والحیات طبيعیه جبتا انا لما اقول لكم الحیات صارت طبيعیه فعلا الحیات طبيعیه يعنی الناس خلال اول یوم ثانی یوم كان في خوف صراحه الخوف كان شديد جدا حتی الشوارع كانت فاضیه والله حتی الشوارع كانت فاضیه ما كان في احد دیحین الوضع ریلاکسي الوضع تمام خلاص الناس بدت بده الخوف هذی اللی فالداخل يطلع شوی شوی فلوشوف ان شایلا مستقبل این شایلا ما فیلله كل خیر وكل برکه با اذن اللہ عزوالسل وبالتوفیق وبالتوفیق الجمیع شوفو الناس ماشین والله الحیات صارت طبيعیه فكابل شایفین من قلب العاصمه الافغانیه كابل جماعا اليوم بعد العصر شوفو الحیات مستقبل نره وان شایلا ما فیلله كل خیر با اذن اللہ شوفو الناس حیاته هون بالنسبه الناس اللی قلوولی امس فالخاص قلووا يا ابراهیم اتا قلت انو فی حرمیه يسرقوكم فى المطار تاعرف وش هالهرجه شباب فی هناك خوان المجاهدين موجودين لكن اش صار هناك هناك فی زحمه بشكل خیالي یعنی انت لما تروح هناك المطار لازم تلسق فى واحد لسقه كده یعنی انت خلاص زحمه وكمان ظلام ما فی نور ممکن ای واحد يفشخك قلت ما تعرف مين هو ما احد يقدر يشوف احد هذاك الوقت فا هادا هو انا اليوم شایب شی غریب من الشباب اه خالد ماسك الجوال فتاك يا واحد افشخك واحد يا احمد واحد ممكن افشخك انا تشاف الله ما كيف همه یعنی كيف هالوضع؟ اليوم مستك الحرامي صح يا احمد اي صار؟ الشارع قدامك انت شوك ولا لا؟ اي صار؟ والله جلدون جلد خالد كمان كان موجود ايو؟ مره ثانی لاحد شایب ما يسره؟ سيبك من السرقه هذا سرقه شي داني طير اعتدع لحد ولا يخد حق احد كيف؟ ايو؟ لحد اعتدع لحد ولا حق احد حق احد ما يضيق حق احد ما يضيق حق احد ما يضيق انا يا ابوه بهذا لقدر هذا حق احدا هذا اللي قال احدا حق ا Umm هده وسرقها بك هدهي سرقا مجزوق لestion أي ع logical هذه التغیرات اللي حاصلها حاليا وايضا فيه تغیير يا شماعة الخير اللي حاصل احدا اول كانت الكهربا تروح الكهربا كانت تروح وسayer يحين الكهربا ما صارتتتتتتتتتتتتتتتية من يومين ثلاثة ايام والله العظيمه الكهربا ما صارتتتتتتتتتتتت Standards Ù بس الشي اللي صار جماعة اليوم الكهرباء راحت تقريبا نص ساعة نص ساعة راحت من ثلاثة ايام مية كانت موجودة وما راحت بس نص ساعة كده راحت ورجعت مرة ثانية ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم طبعا هذا الحين شوفوا المرور كمان رجع هذا المرور ترافيق حقنا سلام عليكم حتى المرور رجع لطبيعته يعني اعلنوا هم اخواننا الامارات السلامية فغانستان اعلنوا انه عادي الحياة تجع لطبيعتها واللي كانوا شغالين في الحكومة في قطاع خاص الحكومية اي مكان عادي ترجع الحياة لطبيعتها وما في اللي كل خير والمرور زي ما شوفته المرور رجع هذا اليوم طبعا يا جماعة نحن جينا في الشارع الثاني خويان الثانين مقفلين طبعا يا جماعة نحن جينا في الشارع الثاني الفرعي اللي جن بيتنا هنا المحلات نوعا ما مسكرة لان الناس لسه يعني شوفوا هذا فاتح خويان الثانين مقفلين فزي كذا يعني لسه المحلات هنا كمان بعضها مفتوحة وبعضها مسكرة لكن بشكل عام الحياة بدأت ترجع لطبيعتها على حسب ما نحن نشوف قدامنا صح ولا لا احمد صح هذا اللي قاعدين نشايفين ايه وان احنا بنتكلم عن اي شي نشوف قدامنا لان هذا لازم لازم تعرف ويش قاعد يصبح ما نبغى نفتي من عندنا ما نبغى نفتي ها تصوير لايف ها الحريم كمان ماشيين ولا كأنه في شي كل واحد ان شاء الله ياخذ حقه وهام شي نحن نطلب من الله عز وجل الامن والأمان والعدالة بإذن الله يا رب طيب يا جماعة فيه سؤال مرة متكرر فيه ناس يقولي ابراهيم انت قاعد تعزز لطالبان او الدولة الاسلامية يا جماعة الخير انا كإنسان فلوقر قاعد انزل يومياتي سواء في السناب او في اليوتيوب عن الاشياء اللي انا قاعد اشوفها قدامي وهذه حياتي يعني انا لو ما اصور لكم حياتي عن وضع الحالي وانا شا قاعد اسوي وين رايح ويش صار عندنا انا لو ما اتكلم مين اللي اتكلم انا ما اعزز لأحد انا مع الكل انا مع الحق هذا اللي انا بغى وهذه يومياتي يعني احنا مع الظروف ايوه 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 هذا الظروف الحاصل لعندنا، فاخان السام وهذا هو جماعة لا تحكموا ان عندكم لا لم تحكم ايوه لا مال بحت يشارل هتحكم ايوه وهذا هو جماعة عايدي يومياتنا ايوه ايحن عندنا متابعين لازم ننزل يومياتنا عشال يما انهم هتم بينه عني انهم ما انتشافينى جماعة انى من وسط الدوار هاه ها هذه الدوار من وسط الدوار شوفوا الناس السيارات ماشية هنا وهنا شوفوا الناس بدأت ترجع لحالها دائما المرور رجئ خلاص كل شيء تمام وهناك فيه لقاء تلفزيوني وهذا الشارع الثاني الكاميرات أنا حسن الحياة تقريبا رجعت إلى طبيعتها خلاص الناس ماشيين ولا همه محسن الناس كلها مفتوطين ما دريش فيه والله العظيم قبل شيء فيه ناس مروا بالسيارة قاعدين يضحكوا يضحكوا يكتسموا شي جميل حتى المطاعم رجعت شوفوا السلام عليكم كل الناس ما شاء الله تبارك الله يعني السلام عليكم خبستين بخير السين زنتاكي خبست خوش السين الحمد الله الحمد الله خضواه في صغير ندوشي قلت لهم كيف الحياة حلوة قالت حلوة قلت لهم انتم مبسوطين قالوا نحنا مبسوطين محلات شوفوا المحلات على طبيعتها ما شاء الله يقصب قصب سكر يلا شوفوا ما شاء الله السلام عليكم شوفتوا هذا كوا من اخواننا في اللغة قلت له السلام عليكم وقال لي وعليكم السلام المضحك يقول لك الإبسامة في وجه أخيك صدقة فدائم نخليك متسم ما شاء الله تبارك الله هنا اللي قاعد يبيع قصبة السكر على شوارع كابل يعرف تكلم عربي ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم 8 سنة في سعودية ما شاء الله طيب أنا عندي كم سؤال وين كنت جاوب كيف الحياة حاليا في كابل لا الحياة حلوة مع الدولة الجديدة مع حكم جديد كاب 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 الحياة كويس ما شاء الله يلا كويس السلام عليكم تتكلم عربي ما شاء الله فين كنت انت فعلي لك شوية طيب أنا بس سأل الأم كم سؤال انت كم سنة كنت سعودية مصبوط ألا مو مصبوط والله ما بي ملوم ايش ايش بي ايش ما بي ملوم ما بي يعني ما بي ملوم ما بي ملوم إلا بس هو كويس ده حين حرين الحمد لله بي عمل بي عمل عمل أول ما كان فيه أول كويس لكن الحمد لله الحين أول كويس ولا دي حين كويس ولا الحين كويس الحين كويس انت ممسوط الحمد لله نظامي خلامي يدي الحمد لله الحمد لله هذا هم شي الله يعطيك العافية يا عم شكرا عراء الناس الشارع الآن وذولا قاعدين هنا كأنهم يبوي ربنا عاصينا يا الله أوكي ما هي مشكلة ما شاء الله تبارك الله قصب السكر على قلبك بالله كيف القصب والله ما شاء الله ربي بوز كويس ربي بوز يفوس كوفو والله يفوس والله ها خالد كيف قلبك شكتك يقول لك سرزح بارد بالعافية والله بسم الله سعيد